موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام نشرة الأخبار بلغة الإشارة من العراقية الإخبارية هذه عنوينها الكاظم يؤكد عزم حكومتها على مواجهة التحديات البيروقراطية بقرارات جريئة رغم محاولات الإعاقة موسيقى ملحق قانون الانتخابات يحسم خلال شهر وتحركات لإيجاد آلية لتقسيم الدوائر الانتخابية موسيقى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة إلى قرارات جريئة وشجاعة وأن الحكومة عازمة على السير بالطريق الصحيح لخدمة أبناء الشعب الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أشارى إلى أنه بوجود البيروقراطية وروتين لا يتم الوصول إلى نتائج إيجابية وسيبقى الجميع في مكانه ويتراجع بما ينعكس سلبا على القطاعات كافة مضيحا أن الحكومة تتواجه تحديات كبيرة جدا وهناك ما يسعى لعاقة العمل لأنها عازمة على المضي والتقدم إلى الأمام ويأتنعقد الجلسة قبل يوم من موعدها لسفر رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في زيارة رسمية للقاء الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين لبحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك أكدت وزارة الخارجية أن التوقعات إيجابية بخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال غسيل الأموال خلال العام الحالي أناطق باسم الوزراء أحمد الصحاف قال أن العراق امتثل لجميع الشروط والمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي والدولي وأضاف أن وزير الخارجية وجه رسالة إلى النظراء الأوروبيين والبرلمان الأوربي لحاجد الجهود بهذا الصدد مشيرا إلى أن ردود الفعل كانت إيجابية مستشار رئيس الجمهوري حسن جهاد أكد أن رئاسة تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من رئيس أو من مجلس نواب تسريع إقرار قانون الانتخابات فضلا عن العمل لإيجاد حلول للمحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات جهاد أشار في حديث للصباح إلا أن الحكومة تؤكد دائما قدرتها وإمكانياتها على إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمانية التي حددتها وهي تدعم بكل قوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتلبي جميع احتياجاتها ومع استمرار الجدل بشأن تعديل قانون الانتخابات وحصم الخلافات السياسية حوله كشفت اللجنة القانونية النيابية عن المدة الزمنية اللازمة لاستكمال القانون الجديد وإرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وأكد عضو اللجنة النائب حسين العقابي أن إجراءات استكمال منحق قانون الانتخابات الخاصة بالدوار الانتخابية يحتاج إلى شهر واحد فقط ليكون جاهزا لفتن إلى وجود تحركات لإيجاد آلية واضحة ومحددة لتقسيم الدوار الانتخابية في موضوع التعداد السكاني قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي أن الوزارة توقعت ارتفاع عدد سكان العراق إلى 47 مليون نسمة خلال العام 2025 وأن العراق احتل المرتبة المائة والحادية والعشرين من أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية في عام 2015 بمرتبة أقل من مراتب بعض دول المنطقة لتأثيره بعقود من الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم الاستقرار السياسي ووطأة الضغوط المالية في قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حمد الغزي خلال اجتماعا مع ممثلي الدوار البلدية في محافظتي ذيقار وديوانية وجه بتجاوز المعوقات التي تواجه مراحل تنفيذ العمل في المشاريع الخدمية وكد الغزي ضرورة الإسراء بصرف المبالغ المخصصة في قضاء الشطرة ورفاعي ومجاري ناصرية بمحافظة ذيقار كما ناقش الاجتماع مشكلة مشروع مجاري دوانية والتأكيد على حل الإشكالات الفنية والإدارية خلال عشرة أيام والمباشرة باستئناف العمل بالمشروع في غضون ستين يوما مشاهدين هذه انتقال إلى أحداث البصرة حيث أعلنت شرطة المحافظة إصابة 14 منتسبا وحرق عجلة وتضرر أربع نتيجة اعتداء من عدد من المتظاهرين أثناء هجومهم بالزجاجات الحارقة على منزل المحافظ قيادة الشرطة أكدت على التعامل وفق الدصوص القانونية ضد كل ما يثبت تورطه بالاعتداء على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات العامة أو الخاصة أعلنت وزارة التربية أن أسئلة امتحانة السادس الإعدادي ستراعى فيها ظروف الطلبة مؤكدة عدم وجود أي نية بتأجيل موعد الامتحانات فيما أشرت إلى أن آلية العام الدراسي المقبل سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة النطق باسم الوزارة حيدر فاروق ذكر أن الوزارة أجرت اجتماعا مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والكهرباء لتوفير جميع المستلزمات من أجل إجراء الامتحانات في موعدها المحدد ترجمة نانسي قنقر